في شأن السوري تسعى قوات النظام والميليشيات المساندة لها إلى استعادة السيطرة على المناطق التي خسرتها في ريف حلب الجنوبي بعد أن تمكنت فصائل المعارضة من فك الحصار عن مناطقها في مدينة حلب وقال مصطر في المعارضة أنها تصدت لمحاولة متعددة قامت بها الميليشيات المساندة للنظام للتقدم باتجاه أحد الأحياء الملاصقة لكلية المدفعية جنوب غرب المدينة في غضون ذلك قتل 13 مدنيا وجريح آخرون معظمهم من النساء والأطفال جراء غارات روسية على أحياء عدة داخل المدينة فيما تحاول الأمم المتحدة ومنظمات مدنية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واستماح بدخول المساعدات إلى جميع مناطق المدينة بعد أسابيع من اجتداد القتال